السلام عليكم يارب تكونوا بخير دايما النار ده بإذن لها من معاكم البتنجان في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان ما تشربش من هنا زيت خالص طبعا أول حاجة بنجيب البتنجان بتاعنا بعد ما غسلناه كويس جدا وبنضيفه في الزيت أول ما الزيت يسخن معنا وبغط عليه وبسيبه على نار هادية لحد ما بيستوي معايا بقلبه على الجنب التاني بالشكل ده كده وبغط عليه تاني واسيبه لحد ما يستوي معايا وعشان أتأكد إن هو استوي معايا كده بجيب شوكة أو معلقة وبضغط على البتنجان لو فتح معايا بسهولة كده يبقى هو استوي معايا زي ما حضراتكم شايفين كمية الزيت اللي أنا حطتها في الأول هي اللي فضله معايا في الطاصة بعد ما البتنجان استوي وده دليل إن هو ما يشربش معايا زيت خالص بعد كده هشيل الزيت بتاعي على جنب هسيب كده حوالي معلقة كبيرة كده من الزيت بس في الطاصة وهبدأ أنزل بالتوم والفلفل اللي أنا فرموهم مع بعض كده ناعم جدا بالشكل ده كده وهشوحهم لحد ما التوم كده رحتوا تبدأ تظهر معايا هو والفلفل بعد كده بجيب التماطم بتاعته اللي ما قطعها المكعبات وهنزل بها على التوم والفلفل بعد ما أخدوا معايا تشويحة بسيطة كده وبغط عليها كده واسيبها على النار هادية كده لحد ما حسي إن التماطم استوت وتسبكت معايا طبعا بقلبها بس من وقت للتاني لحد ما تستوي معايا وتوصل للشكل ده كده بعد كده بجيب البتنجان بتاعي اللي قاليته وبنزل به في الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض وببدأ إن أنا أكسر البتنجان بتاعي بالشكل ده كده طبعا حبا نكتسبيه سليم وتبدأ تحشيه بيبقى حلو جدا عايز أقول لكم وجربوه بجد طريقة حلوة وبسيطة وسريعة لا تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة